طبعا احنا بقى يومين عايشين احوال جوية سيئة طبعا كان لها نعكاس مباشرة على الالعاب يمكن اتحادك او منطقة القاهرة لسيدات اليد قررت تأجل مباراة الاهلي هولوليدو اللي كان مقارنة تلاعب على صالة هولوليدو بمصر الجديدة وذلك لسوق الاحوال الجوية طبعا المطش هيتحدد له معاد بعد كده طبعا وضع طبيعي وعندنا المباراة الجاية طبعا المطش الجزيرة واللي هيكون على ملعبنا يوم الجمعة جاية في الجولة 25 من دور السيدات طيب الفريق اخبروا ايه الفريق في المركز الاول برصيد 68 نقطة فوز في كل المباراة تعادل في مباراة واحدة مع الزمالك يوم السبت اللي فات الفريق ماشي كويس وزا ما قلت حضراتكم كابتن نحيا يوسف واخد تحدي كبير جدا للفريق السنة دي ومصر ان شاء الله على استعادة ايضا اللقب الحمد لله ماشيين بخطة سابتة تعادل مطش الزمالك ماذا يعني ما اثرش عنه لا كتير لان احنا الحمد لله في المقدمة بفريق كبير طبعا عن المنافسين طبعا انتوا عارفين نادي الشمس بينافس معنا وعندنا كمان نادي الزمالك وايضا نادي سبورتينج من الاندية اللي بتنافس ايضا معنا في كرة اليد للسيدات